أحاسنكم أخلاقا حينما تحيط بالعبد الكروب وتنزل به الملمات والخطوب وتوصد جميع الأبواب وتعظم الكروب ينقطع حبل الرجاء من المخلوقين ليبقى حبل واحد لا ينقطع وباب واحد لا يغلق إنه باب السماء تلك هي الحكاية ثلاثة رجال مسافرون عبر الصحراء انقطع بهم السبيل ولم يجدوا إلا غارا في جبل يأويهم من ظلمة الليل وشدة المطر جرفت السيول الصخور من أعلى الجبل فانحضرت صخرة سدت عليهم باب الغار وكانت من العظم بحيث لا يستطيعون تحريكها والخروج لا سبيل للخروج لا أهل يعلمون حينها أيقنوا بالهلاك فأشار أحدهم أن يتوسلوا إلى الله بأرجى عمل صالح عملوه وقصدوا فيه وجهه البر لا يبلى توجه أولهم إلى الله وتذكر بره بوالديه عندما رجع من عمله متأخرا ذات ليلة وكعادته كل يوم يسقي والديه الحليب قبل أهله وصغاره وجد والديه قد نام ففضل أن لا يوقذهما من نومهما شفقة بهما فبقي ليلة واقفا ممسكا بالإناء في يده وأولاده يبكون عند رجله يتدورون جوعا حتى ناموا وما إن بزغ الفجر سقى أبويه أولا ابتغاء وجه الله اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم فرجة حتى رأوا السماء إني أخاف الله وجاء الثاني وتذكر ابنة عمه التي كان يحبها حبا جما وكلما رودها عن نفسها أبت وتمنعت حتى أصابتها حاجة ماسة أرغمتها على أن تنصاع لرغبته مقابل مبلغ من المال تدفع به حاجتها فلما قعد منها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام عنها خائفا وجلا وترك لها المال الذي أرادت اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت فرجة أن تؤد الأمانات إلى أهلها أما الثالث فقد استأجر عاملا على شيء من الأرز فلما قضى العمل عرض عليه أجره فاستقله وزهد فيه ومضى إلى خال سبيله غضبانا برئ الذمة الرجل أمام الله إلا أنه حفظ للأجير ماله وتاجر له به وبارك الله فيه وبعد زمن رجع الأجير ليطلب أجره الذي تركه وقال له اتق الله ولا تظلمني واعطني حقي فقال له اذهب إلى ذلك الغنم وراعها فأخذها الأجير وانطلق بها فرحا شاكرا اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي من الصخرة ففرج الله عنهم فخرجوا يمشون فرحين بأعمال صالحة تقربوا بها إلى الله فرضي عنهم ورضوا عنه قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا أخي المسلم تذكر أن حسن أخلاق المسلم تدخله الجنة فكن بارا بوالديك واتقي محارم الله وأدي الأمانة ولا تخن ترجمة نانسي قنقر